الثالث من يناير من العام المقبل نقطة بداية لتحقيقات بشأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما يتسلم الجمهوريون منصة قيادة مجلس النواب الدورة الثامنة عشرة بعد المئة للكونغرس الأمريكي قد يطغى عليها تشكيل لجان تحقيق مع عدد من مسؤولي الإدارة بعدما وعد بعض من الجمهوريين بذلك إذا آلت إليهم أغلبية الغرفة الأدنى من الكونغرس الملف الأول سيكون مع ملف الهجرة غير القانونية عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة والذي كان محور اهتمام للناخبين الجمهوريين خلال الانتخابات النصفية فوضى الحدود بحسب الجمهوريين يرى مراقبون أنها ستكون منطلقا للحزب الجمهوري للوصول إلى بدء محاكمة جو بايدن باعتباره أكبر مسؤول في الإدارة بحسب الرئيس المرتقب لمجلس النواب كيفين مكارثي إن 42 days a united Republican House takes control إن 42 days we end one party Democrat rule in Washington a new House Republicans will work to stop Joe Biden's assault on our laws our borders and our border agents we will use the power of the purse and the power of the subpoena now let me be clear those responsible for this disaster will be held accountable مكارثي طالب وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بالاستقالة وإلا واجه أسابيع من التحقيقات أمام لجان الكونغرس ومن مدينة إل باسو الحدودية مع المكسيك قال مكارثي إن الحدود شهدت في عهد مايوركاس دخول أعداد كبيرة ممنهم على لوائح مراقبة الإرهاب إضافة إلى مرور كميات قياسية من المخدرات شمالا باتجاه الولايات المتحدة His actions have produced the greatest wave of illegal immigration in recorded history Our country may never recover from Secretary Mayorkas' dereliction of duty This is why today I am calling on the Secretary to resign He cannot and must not remain in that position If Secretary Mayorkas does not resign House Republicans will investigate every order, every action and every failure will determine whether we can begin impeachment inquiry وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس قال إنه لا يخطط لمغادرة منصبه بحسب بيان للوزارة قبل التحقيقات المتوقعة معه أمام الكونغرس ذات الأغلبية الجمهورية بدوره اعتبر البيت الأبيض أن الجمهوريين ليست لديهم خطة لتحسين الوضع وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جانبيير إن الجمهوريين يقومون فقط بممارسة ألاعب سياسية على حد قولها لكن في الكواليس تحدث مسؤول في البيت الأبيض التقى بمحامي الإدارة الأمريكية مع مسؤولي وزارة الأمن الداخلي للبدء في الاستعداد للتحقيق مع الوزير مايوركاس فيما يتوقع أن يكون واحدا من عدة تحقيقات متعلقة بإدارة بايدن الحديث في الجانب الجمهوري عن أزمة الهجرة أمر تدركه الإدارة وأيضا وزارة الأمن الداخلي عندما طلب مايوركاس من مدير هيئة الحدود والجماركة الاستقالة قبل أيام وكما هو الحال مع الوزير مايوركاس رفض المسؤول كريس ماغنس الاستقالة رغم إبلاغه بأنه سيطرد إن لم يغادر بمفرده إلى أن رضخ ماغنس للأمر الواقع وفي وقت لاحق أصدر البيت الأبيض بيانا يشكر فيه ماغنس على مسيرته المهنية التي استمرت أربعين عاما في الخدمة العامة